صحيح البخاري حديث ثلاثة ثلاثة وخمسون قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء وما زال ابن عباس يبكي ويبكي اشد البكاء ويتحصر على ما جرى نكمل فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه يوم الخميس فقال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغ عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وآله قال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه واصع عند موته بثلاث اخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم ونسيت الثالثة ويقول نسية الثالثة هل وصية رسول الله تنسى هكذا ام نسيها عمدا ما هي هذه الوصية التي نسيها هل هذه الوصية التي نسيها هي التي كان يريد ان يكتبها رسول الله في الكتاب والآن نبدأ على بركة الله مع عرزية يوم الخميس ونذهب الى الرواية الاولى من القرآن الثاني عند اهل صقيفة وهو صحيح البخاري صحيح البخاري حديث خمسة الاف ستون مئة وتسعة ستون عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وآله هلما اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده رسول الله سيكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده ابدا هل هذا الطلب من رسول الله امر واجب ام مستحب وهل هو وحي من الله ام لا بلا ادنى شك امر واجب لان ما اراد ان يكتبه رسول الله يعصم من الضلال وليس كتاب لكيفية طبخ الكبد المشوي حتى يكون الامر مستحب والدليل على ان طلب رسول الله امر واجب هو قوله هلما اكتب لكم وفي رواية اخرى قال عني من عباس قال لما اشتد بالنبي وجعه قال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده يقول رسول الله اتوني اذا من كلام رسول الله نفهم انه كان يأمرهم ان يقرب له كتابا لكي يكتب له وقال لهم اتوني وهذا امر من رسول الله كما قال القرطبي لنشاهد المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي في جزء الرابع صفحة 558 وقوله اتوني اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده لا شك في ان اتوني امر وطلب توجه لكل من حضر فكان حق كل من حضر المبادرة للامتثال يقول القرطبي لا شك ان اتوني امر وطلب من رسول الله اذا رسول الله طلب وامر وكان عليهم ان يمتثلوا لامر رسول الله نكمل كلام القرطبي لا سيما وقد قرنه بقوله لا تضلون بعده القرنة الاخرى قول رسول الله لا تضلون بعده تبين الان ان هذا امر من رسول الله فهموا ان هذا امر من رسول الله فاذا لم يكن امر فلماذا هذا الاسرار منهم على ان يكتب رسول الله هذا الكتاب اذا نفهم من كلام رسول الله انه امرهم ولم يخيرهم نكمل فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قد ظلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف اهل البيت فاختصموا اهل البيت بمعنى من كان في البيت وليس اصحاب الكتاب هنا ايضا عندنا بعض الاسئلة من هو الشخص الذي تسبب في الاختلاف والتخاصم واللغط ولماذا اختلفوا وتخاصموا عند محضر رسول الله نكمل منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وآله كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر ننتقل الى السؤال الاخر هل هذا الكلام الذي صدر من فم رسول الله وحي من الله ام انقطع عنه الوحي الجواب واضح ان الوحي لم ينقطع عن رسول الله الى ان استشهد اقرأوا معي هذا الحديث من صحيح مسلم صحيح مسلم عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله قبل وفاته حتى توفي واكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله اذا في كل حياة رسول الله اكثر ما كان ينزل عليه الوحي هو في اخر حياته ننتقل الى سؤال اخر هل رسول الله معصوم في التبليغ حتى وان كان مريضا ام لا اليكم الجواب صحيح مسلم بشرح نووي في الجزء الحادي عشر صفحة الفين وسبعة عشر يقول النووي اعلم ان النبي معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الاحكام الشرعية في حال سحته وحال مرضه اذا رسول الله معصوم في التبليغ حتى وان كان مريضا او غلبه الوجاع او مسحول او يهجر او يهذي في اي حال كان رسول الله فهو معصوم اذا رسول الله معصوم في التبليغ اذا حين قال لهم اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا هذا الفعل من رسول الله كان عن عصمه لان رسول الله معصوم حتى وان اشتد به الواجع او يهجر الى اخره جيد جدا الآن تعالوا معي لنقرأ كلام علماء السقفة يعترفون ان ما اراد ان يكتبه رسول الله في هذا الكتاب الذي يحسم من الضلال هو النص على الخلفاء من بعده نشاهد فتح الباري بشرف عهل بخاري بن حجل عسقلاني في جزء الثامن صفحة 366 يشرح حديث الرزية ويقول قوله كتابا قيل هو تعيين الخليفة بعده اذا اراد ان يعين الخليفة من بعده مصدر اخر فتح الباري بشرف عهل بخاري بن حجل عسقلاني في جزء الاول صفحة 218 يقول يقول واختلف في المراد بالكتاب فقيل كان اراد ان يكتب كتابا ينص فيه على الاحكام ليرتفع الاختلاف وقيل بل اراد ان ينص على اسام الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف كلام واضح مصدر اخر الدباج على صحيح المسلم من الحجاج للسيوطي في جزء الرابع صفحة 231 بعد ما يذكر الحديث يقول اكتب لكم كتابا قيل ارادة ان ينص على الخلافة في انسان معين لان لا يقع النزاع والفتن لان لا يقع النزاع والفتن فهل هذا الكتاب كتب اذا قلتم لم يكتب فاذا انتم تتهمون رسول الله انه استشهد ولم يكتب لهم هذا الكتاب وتركهم في نزاع والفتن كشفوا المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي في الجزء الرابع صفحة 214 وفي الحديث الرابع لما حضر رسول الله قال هل ام اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده الى ان يقول اختلف العلماء في الذي اراد ان يكتب لهم على وجهي احدهما انه اراد ان ينص على الخليفة بعده والثاني ان يكتب كتابا في الاحكام يرتفع منه الخلاف والاول اظهر ما هو الاول انه اراد ان ينص على الخليفة بعده اذا رسول الله اراد ان ينص على الخليفة من بعده نشاهد ماذا يقول القرطبي المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي في جزء الرابع صفحة 558 يشرح الحديث الى ان يقول وهذا المعنى الذي هم رسول الله بكتابته يحتمل ان يكون تفصيل امور مهمة وقعت في الشريعة فاراد تعيينها ويحتمل ان يريد به بيان ما يرجعون اليه عند وقوع الفتن ومن اولى بالاتباع والمبايع ويحتمل ان يريد به بيان امر الخلافة وتعيين الخليفة بعده وهذا اقربها اذا الواضح من كلماتهم ان رسول الله اراد ان يصرح باسماء الخلافة من بعده لكي لا يقع النزاع والفتن من بعده فهل يعقل يا عباد الله ان رسول الله يرحل من هذه الدنيا ولا يعين لهم خليفة هل يعقل يا عباد الله انه لا احد من الصحابة دخل على رسول الله وقال له يا رسول الله من هو الخليفة من بعدك هل يعقل يا عباد الله ان ابو بكر يستخلف عمر وعمر يستخلف عثمان ورسول الله لم يستخلف احد هل ابو بكر وعمر احرص على الامة من رسول الله كلا وحاشا حاشا لرسول الله ان يرحل من هذه الدنيا ولا يبلغ ويبين بشكل واضح وصريح من هم الخلفاء من بعده فمن هم هؤلاء الخلفاء اليكم الجواب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف الحافظ نور الدين الهيثم جزء الاول صفحة مائتين وتلاثون وعن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اني تركت فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي وانهما لن يتفرق حتى يرد علي الحظ رواه الطبران في الكبير ورجاله ثقات مسنب احمد بن حنبل جزء السادس عشر صفحة ثمانية وعشرون عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعطرتي أهل بيتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحظ إسناده حسب من هم خلفاء رسول الله كتاب الله وعطرة رسول الله لماذا لا تقال لنا هذه الأحاديث ويخرجون الحديث المكذوب كتاب الله وسنة ويصيحون به في كل مكان شاهدوا معي هذا المصدر فيض القدير بشرح جامع الصغير للمناوي في الجزء الثالث صفحة 14 قال رسول الله اني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعطرتي أهل بيتي إلى أن يقول اني تارك فيكم بعد وفاتي خليفتين كتاب الله وعطرتي من هم وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرسل وطهرهم تطهيرا ومن هو أول خليفة من أصحاب الكساء هذا هو في كتاب السنة لابن أبي عاصم في الجزء الأول صفحة 799 عن ابن عباس قال قال رسول الله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست لست نبيا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي بعد رحيل يا علي أنت خليفتي في كل مؤمن إسناده حسن إذا الإمام علي هو خليفة رسول الله الشرعي وهذا ما كان يريد أن ينصه رسول الله في كتابه ويشيدهم عليه لكي لا يبدلوا ويحرفوا كلامه بعد ذلك لأن رسول الله كان يعلم أنهم سيغضرون بالإمام علي عليه السلام وهذا ما قاله له شاهدوا معي المستدرك على الصححي للحاكم نسابوري عن علي عليه السلام قال إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله أن الأمة ستغضر بي بعده عهد من رسول الله إلى علي عليه السلام هذا حديث صحيح للإسناد ولم يخرجاه ترجمة نانسي قنقر